أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم لهذه الدرجة لهذه الدرجة يكون العقاب لما الناس تقطع الأرحام يصل الحالة إلى الفساد في الأرض ويصل الحالة إلى هذا الوعيد الشديد عشان كده لما أراد سيدنا أبو طلحة رضي الله عنه أن يتصدق بحديقتي لما نزل قوله تعالى لن تنلوا بر حتى تنفقوا مما تحبون قال له حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعت ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه يعني إذن حصل هذه الحقيقة التي كانت أقرب إلى قلبي جعله صلى الله عليه وسلم يتصدق بها في أقربتي وفي أهله وعشان كده بيقول سيدنا الحفظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري تكون صلة الرحم بالمال بس لا وبالعون على الحاجة وبإيه تاني؟ وبدفع الضر وإيه تاني؟ وبطلقة الوجه وبالدعاء والمعنى الجامع لكل بقى المعاني دي كلها إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة لا يكلف الله نفسا إلا وسعه فإحنا محتاجين محتاجين نتفق كلنا ونتعاهد كلنا إن إحنا نتفقد أقاربنا ونبصلهم شوية ونهتم بيهم ونبتدي بالدوائر دي ونشوفهم محتاجين إيه؟ ونساعدهم وإحنا بنحافظ على كرمتهم من غير ما نحسسهم بهذا الشعور المرير بالمن والأذى إن إحنا بنتصدق عليهم ونتفضل عليهم محتاجين إن الناس تعيش تاني بفكرة الطبق الدوار اللي كان بيدخل على بيوتنا الفرح والسعادة وبنتعلم معنا العطاء وكمان بيزيد حياتنا نور وبهاء وتمأنينة وراحة وسعة وكرم وفرح مش متصورين لأولاد الصغيرين لما بيجي الطبق الدوار ده يدخل في البيت بيعمل سعادة إزاي بالغة أنا عارفكم فاكرين أنتوا السعادة اللي كان بتحصل لنا لما تيجي الأطباق دي أنا مش بتكلم على الشخص اللي كان بيشير الطبق أو يلف بيه لكن بتكلم إزاي إحنا اللي بيجينا الطبق ده كان بنسعد بيه ونفرح بيه إزاي طب نعمل إيه؟ نعمل إيه في الوضع اللي إحنا فيه ده؟ إحنا ممكن نعمل حاجات لطيفة ممكن نعمل شوية مبادرات كده زي إن إحنا نعمل مثلا صندوق في البيت عندنا نسميه صندوق العيلة كل واحد فينا يساهم من أهل الأسرة ومن عائلة العائلة يساهم بجزء من زكاته وجزء من صداقته وبعدين نلاقي حد من أقاربنا ومن قلتنا ونديله ده ولما يحصل عند حد ظرفه نديله مبلغ ونديهوله عشان إيه؟ عشان نفرج عنه هذه الكربة ويبقى ده بصدقتين صدقة وصلة الحاجة التانية اللي إحنا ممكن نعملها كمان نعمل يوم في السنة للعيلة نتجمع فيه ونشوف بعض وده طبعا لا يغنى عن التواصل المستمر دائما ولازم نتفقد أحوال أهلنا باستمرار الحاجة التالتة والمهمة وفتكروا ده الحاجة التالتة والمهمة نتكلم عن بعض حلو نتكلم عن أهل العيلة كلام حلو لازم نعرف أن جزء من المعروف الكلام الحلو أن حد يعرف أن حد بيتكلم عنه كلام حلو في ظهر دي كمان صدقة مهمة لازم نعملها الحاجة الرابعة كمان اللي إحنا نعملها لازم ندعي البعض ونبدع لعلتنا أولى الناس إن أنا أدعي لهم وهتبقى برضو صدقة وصلة إن أنا أدعو لأهلي والعيلتي والأقربين والصلة ترحم في ناس كتير ما بقالهم ياه يمكن ما فيش في حياتهم مرة ما دعوش لحد من رحمهم ولا حد من إيه من الأقربين لازم نعمل الحاجات دي الحاجات دي أتخلي فاهمين يعني إيه معروف وفاهمين يعني إيه صدقة وده اللي يفتح علينا أبواب الخير العظيم ورأأ قلوبنا وكمان يوسع صدرنا يا رب العالمين اجعلنا ممن يحبون ما تحب واجعلنا يا ربنا ممن طابت قلوبهم وأحسنوا وفتحت عليهم أبواب جنتك وأبواب رضاك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا دائما من الراشدين ومن المتصدقين واجعل محبتنا تغمر الأقربين بفضلك وكرمك يا رب العالمين